بسم الله الرحمن الرحيم التي أرسلها النادي الأهلي إلى تحدي قرة القدم بخصوص الموقف النهائي والتصور الخاص بمسابقة الدور العام خلال الفترة القادمة وأمور عديدة جداً ذكرها النادي الأهلي في هذه المذكرة تم الاستناد إلى العديد من المواقف القانونية والعديد من الأمور اللائحية بشأن هذه المسابقة وأيضاً الاستناد إلى أهم مبدأ وأهم قعدة يسعى الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا إلى تطبيقها بشكل عام على جميع المسابقات في جميع أنحاء الدول العالم وهو مبدأ تكافؤ الفرص مبدأ الفير بلي ومبدأ الالتزام بالقواعد المتعلقة بقانون الاتحاد الدولي في كل المباريات سواء المحلية أو القرية أو الدولية حالة النهاردة هنقش فيها أيضا عديد من الموضوعات المتعلقة بهذه المسابقة والمقارنات ما بين الدول الأخرى وأيضا المدة المتعلقة بإرسال أسماء الأندية التي سيتم الاعتماد عليها في البطولات الإفريقية خلال أعام القادم سواء في مسابقتين دوري أبطال إفريقية أو كأس الكنفدرالية النهاردة هيكون معنا ضف مهم جدا وهو أحد نجوم النادي الأهلي السابقين واللي احترف فترات طويلة في الدوري الفرنسي أنلقي الدوق معاه في هذه الأمور الهمة جدا وأيضا نتكلم في العديد من الأمور الفنية فيما هو متعلق بمستقبل فريق كرة القدم في الفترة القادمة وهو النجم الكابتن أحمد أبو مسلم عايزة نوه كمال لنقطة مهمة جدا بعد الحلقة الأهلي الليل النهاردة في حلقة مهمة جدا من برنامج ملك وكتابة حلقة مهمة جدا 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 من برنامج ملك وكتابة وهي حلقة استثنائية لمناشط الأوضاع الحالية في القرى المصرية ومناشط الأوضاع الدائرة في هذه الفترة بخصوص موقف الدوري العام ونهاية أو نهاية مسابقة القرى المصرية في الفترة القادمة في ظل تلاحم مواسم وتحديد موعيد من قبل الاتحاد الأفريقي لقرة القدم حلقة تكون مهمة جدا انتظروها بعد برنامج الأهلي الليلة النهاردة طبعا كل مشاهدين يمكن بعد الظهر مباشرة الكل شاف المذكرة التي أرسلها النادي الأهلي إلى اتحاد قرى القدم من أجل أن يتخذ اتحاد القرى قراره النهائي في هذه المصابقة المحلية مسابقة الدوري العام لكي تستعد الأندية للموسم القادم طبعا الناس كلها خلال الفترات الأخيرة بتتكلم عن هذه القضية وهذه المشكلة وهذه القضية وهذه المشكلة لم تأتي من فراغ تذكروا كده معنا في حلقة يوم 28 إبريل احنا بنتكلم النهاردة كان في الشهر احنا بنتكلم النهاردة يوم 8 ستة يعني أكثر من حوالي شهر ونصف أو حوالي 40 يوم بنتكلم في هذه القضية هذه القضية لا تتعلق بمباراة قرى قدم أو تعادل فريق مع فريق أو نتيجة مباراة أو موقف لاعب سينتهي تعاقده أو موقف لاعب سيشفى من الإصابة التي تعرض لها أحدد بالضبط هذه النقاط لأن هذه القضية هي قضية عامة قضية تتعلق بالقرى المصرية وعندما يتخذ النادي الأهلي خطوات جدة في هذه القضية إذن الصالح العام للقرى المصرية يقتضي على كل المسؤولين في القرى المصرية وعلى رأسهم اتحاد دا قرى القدم أن يتخذ خطواته الجدة خلال الفترة القادمة لحل هذه القضية النادي الأهلي وضع خارج الطريق لهذه القضية في أكثر من اجتماع خلال الفترة القادمة وأكثر من مذكرة تم إرسالها إلى اتحاد دا قرى القدم من ضمنها عدد من القرارات اتخذها النادي الأهلي في مجمل خمس قرارات في فترة حوالي منذ أسبوعين لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد فعل من اتحاد دا قرى القدم حتى هذه اللحظة بدأ معسكر المنتخب ولا جديد نقترب من كأس الأهم الإفريقية ولا جديد الاتحاد الإفريقي يخطبك منذ شهر إبريل الماضي سعيا لتحديد المواعيد والارتباطات بالنسبة للمسلم الإفريقي القادم والتحاد قرى القدم لا جديد إذن النادي الأهلي النهاردة صباحا عندما أرسل المذكرة هو يضع اتحاد الكرة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدا أمام مسئوليته بمعنى على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أن يعي تماما القضية التي ينوقشها النادي الأهلي والتي يسعى النادي الأهلي إلى حلها خلال الفترة القدم هذه القضية من الممكن أن تؤثر على مشوار منتخبنا الوطني بعد موسم بعد عام هذه القضية إذا ترتب عليها عدم حلها خلال الساعات القادمة ستتأثر الأندية المصرية في المسابقات المحلية وستتأثر الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية القادمة ومن ثم هذا التأثير السلبي سينعاكس على منتخبنا الوطني الذي يعتمد على ما يقر من 50 إلى 60% من اللاعبين المحليين في الدور المصر كلنا لما بنشوف منتخبنا الوطني بيتقلق في البطولات الإفريقية وبيحصد العديد من الألقاب القرية بيكون نسبة مشاركة وتواجد اللاعبين في المنتخب الوطن اللي بيحقق هذه الإنجازات تقترب من 70 إلى 80% من لاعبي النادي الأهلي وبالتالي عندما يطرح الأهلي هذه القضية هو بيطرحها للصالح العام وبيطرحها لصالح الكرة المصرية صحيح الأهلي بالتأكيد بيسعى أيضا إلى تحديد خطواته خلال الفترة القادمة ومصلحته خلال الفترة القادمة لكن عندما ترتبط المصلحة الفردية متعلقة بالنادي الأهلي والمصلحة الجماعية بالقرى المصرية إذن على التحدي قرة القدم أن يعي مسؤولياته ويتخذ قراراته خلال الساعات القادمة لن نقول خلال الأيام القادمة ولكن القرار تأخر كثيرا داخل الجبلية القرار تأخر كثيرا جدا جدا داخل التحدي قرة القدم ونأسف بأن مجلس إدارة التحدي قرة القدم وما له بوجود عدد كبير جدا من لعبي كرة القدم ونجوم كرة القدم السابقين داخل مجلس الإدارة بالتالي يجب عليهم في خلال الساعات القادمة أن يتخذوا موقف نهائي متعلق بمثابة الدوري اتحاد كرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عندما أرسل خطاب في 3 يونيو الماضي بتحديد أربع أندية من مجمل 12 اتحاد هما أعلى 12 اتحاد في التصنيف الإفريقي والتصنيف الدولي طلب في خلال الفترة من 1 إلى 36 إرسال أسماء الأربع أندية المتعلقة بالمشاركة في مسابقتين دوري أبطال إفريقيا وكاسب كونفدرلية قلنا وقتها هذا هو الحل وجاء من قبل الاتحاد الإفريقي وسيتخذ الاتحاد المصري قراراته خلال ساعات قدامكم الخطاب موجود أعلى التصنيف أو أعلى 12 اتحاد في التصنيف الرنكيج الجزائر أنجولا الكونغو ديوميقراطية مصر غينيا المغرب نيجيريا جنوب إفريقيا السودان تنزانيا تونس زامبيا هذا الخطاب موقع من أنتوني بافور هو بالتأكيد مزيد المسابقات في الاتحاد الإفريقي والمسؤول عن هذه الخطابات التي ترسل إلى الاتحادات الأهلية وتم في ذكر في هذا الخطاب تحديد الموعد في الفترة من 1.6 إلى 30.6 وبالتالي موقف الدور العام قبل ما أدخل طبعا في المذكرة التي النهاردة أعلنها النادي الآلي موقف الدور العام حتى هذه اللحظة لم يتحدد من هو طرف المركز الثاني والمركز الثالث في دوري الأبطال والكأس الكونفدرالية أرجع للنقطة دي لأن في تصريح نزل النهاردة على موقع يلا قورة من مصدر في التحدي قورة القدم مرتبط بهذا الخطاب لكن مهم جدا أدخل في المذكرة النهاردة للنادي الآلي أرسلها إلى التحدي قورة القدم لأن النادي الآلي بيحرص دائما على المعاونة الصادقة للارتقاء بيئة القرى المصرية إلى مصاف العالمية وبيشدد على إرساء القيم الرياضية في كل المواقف ولن يتنازل عن حقوقه المشروعة ومستمر في دفاعاته عن تطبيق قواعد اللعب النظيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية طيب المذكرة تم تحديد أخطاءها في العديد من النقاط التالية كشف خطاب النادي بالتأكيد لاتحاد القرى سلبيات هذه الموضوعات في نقاط عديدة أول نقطة وهو عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنفسة ووجود قرارات بتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين دون مراعاة لعامل الوقت ومنح أندية فرصة للانتهاء من كافة مبارياتها قبل بطولة الأمم وهو لما يحدث مع أندية أخرى النقطة الثانية عدم تطبيق قواعد اللعب النظيف بانطلاق مباريات الأسبوع الأخير من الدوري قبل انتهاء المنافسين من مؤجلاتهم فضلا عن عدم إقامة لقاءات الأسبوع الأخير الأسبوع الأربعة وثلاثين في توقيت واحد وأقامة المؤجلات بالتزامن مع مباريات المرحلة الأخيرة دون الأخذ في الحزبان مواقف أو موقف الفرق المتنفسة في القمة وتلك التي تصارع من أجل البقاء الموقف الثالث والنقطة الثالثة التي تركزت عليها مذكرة النادي الأهل والتي أرسلت للتحدي قرة القدم تغيير موعيد العديد من المباريات بعد الإعلان عنها بالرغم من تعهد البعض كتابة بإقامة مباريات مؤجلة في موعيده أو بإقامة مبارياته المؤجلة في موعيده المحددة وعاد يرفض هذا الالتزام بهذه الموعيد النقطة الرابعة المباريات التي تم تأجيلها بقرارات صادرة عن الاتحاد كانت دائما لموعيد يتم تحددها فيما بعد دون وجود رؤية للموعيد البديلة طالما هناك خطة متكملة لإدارة المسابقة النقطة الأخرى تجاهل الإساءات العلانية والمتكررة التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسؤولين في المنظومة الرياضية دون حسيب ولا رقيب النقطة الأخرى عدم تقدير أهمية الوقت من جانب اتحاد قرة القدم في هذا الموسم الاستثنائي وما ترتب على ذلك من أثار سلبية لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد بدء الموسم الجديد حتى تقوم الأندية وهذه أبسط حقوقها بتحديد فترة الراحة للاعبيها وجهزتها الفنية والإدارية وكذلك تحديد فترة الإعداد للموسم الجديد مثل ما يحدث في كل دول العالم لم يتم الإعلان عن عدد اللاعبين الذين يحق لهم أو الذين يحق لكل نادي قدهم في قائمة الموسم الجديد وهل ستزل القائمة 30 لاعباً أم أن هناك تغيير على عدد اللاعبين في هذه القائمة وبالتالي كل هذه الأمور حتى تقوم الأندية بتحديد اللاعبين وتحديد احتياجاتهم خلال الفترة القادمة وتتمكن كمال الأندية من تسويق هؤلاء اللاعبين الذين سيتم إعارتهم أو حتى بيعهم للاستفادة من عائد تسويقهم وبالتالي إذا لم تحدث هذه الموعد سيكون هناك خسائر مالية كبيرة جداً لم يتحدد الموقف حتى هذه اللحظة من مسابقة موليد 97 هل هي مستمرة للموسم الجديد أم سيتم الإلغاء بالتالي هي جزئيات مهمة جداً لأن مسابقة موليد 97 مش مرتبطة بمرحلة سنية فقط هي مرتبطة كمان بقيدة خمس لاعبين تحت السن في الفريق الأول إذا ما ألغيت هذه المسابقة ما هو الوضع إذا ما استمرت هذه المسابقة كيف فستتصرف الأندية ما لعبيها نقاط محددة ونقاط النادي الآلي بيتكلم فيها للمصلحة العامة للكرة المصرية والمصلحته كمان عشان يقدر يحدد الخريطة في الموسم القادم لم يتم الإعلان عن الموقف النهائي من عدد اللاعبين الأجانب المسموح بقيدهم في قائمة الفريق في الموسم الجديد هل هناك زيادة؟ هل هناك تقليص للعدد؟ أم بقاء الوضع على ما هو عليه بأربعة لعبين؟ هل ستظل معاملة اللاعبين السوريين كلاعبين مصريين؟ وليسوا أجانب؟ كل دي حسابات فنية ومالية إذا اتحاد كرة القادم قعد على مادة الاجتماع ودرس هذه المقترحات سيتخذ قراره في أقل من خمس دقائق لم يتحدد الموقف أيضا من الحضور الجماهيري في الموسم الجديد حتى تقوم الأندية الجماهيرية بتسويق تذاكرها الموسمية لعملية بيع التذاكر بالطريقة التي تساعد على تأمين وسلامة الجميع طيب عائد هذه التذاكر هو أحد الموارد الإيجابية والموارد المالية الكبيرة ليه الأندية وبيسرق اللعبة فنيا وجماهيريا ولم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال الكلام عن الأمن أو الأمن قام بدوره أو أن الأمن بيطلب تحديد عدد معامل الجماهير يجب على كل مسؤول في اتحاد كرة القادم أن يعني مسؤوليته ويحدد هذا الموقف خلال الفترة القادمة لكي تستعد المنظومة كلها لبداية الموسم سواء على الصعيد الإداري أو على الصعيد الفني أو على الصعيد المالي اتحاد كرة القادم لم يقم حتى هذه اللحظة بالإعلان الرسمي عن الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد أو الأسانيد اللائحية التي يحتكم إليها اتحاد كرة القادم عند تحديد هذه الأندية خاصة أنه مسابت الدوري لم تنتهي ولم يتحدد الأطراف الأربعة بشكل نهائي الذين سيشاركون في مسابقتين دور الأبطال أو كأس الكونفدرالية صحيح المركز الأول تحدد أو الأهل قدر الإمكان تواجد فيه المركز الأولى أو الثانية بعيدا عن المركز الثالثة والرابعة وأيضا تحدد وجود المصر في كأس الكونفدرالية لوجوده في المركز الرابع لكن حتى هذه اللحظة المركز الثاني والمركز الثالث لم يتم حسم وبالتالي ما هو الموقف في خطاب 3-6 التي أرسل من الاتحاد الإفريقي لتحديد الأندية المشاركة في مسابق الدور الأبطال وكأس الكونفدرالية أيضا لم يقم اتحاد كرة القادم بحل مشكلة القيد الإفريقي خلال الفترة القادمة بعدما فشل في انهاء بطولة الدوري حتى تاريخه وكأس الأمة الإفريقية على الأبواب المباراة للبطولة ان شاء الله هتنطلق يوم 21-6 والنهاردة بنتكلم في يوم 8-6 بنتكلم في 13 يوم واتحاد الكرة من يوم 4-6 مرة 5 أيام ولم يحدد موقفه منذ آخر مباراة في الدوري العام الأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية الأندية المصرية في موعد للقيد حددها الاتحاد الإفريقي في خطاب يوم 24 إبريل احنا نتكلم في فترات زمنية بعيدة جدا وللأسف اتحاد الكرة لم يتخذ موقف حتى هذه اللحظة طيب أنا معايا دلوقتي في بس مباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة مراسلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي يحضر ويشاهد ويتابع عن كذب اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي أو الاجتماعات الدائرة داخل النادي الأهلي منذ الصباح الباكر لمعرفة الموقف النهائي وما هو الجديد المتعلق بمشوار أو مسابقة الدور العام خلال الساعات القادمة شريف مساء الخير عليك واخبرني ما هو الجديد لديك